نظمت الكلية الفنية العسكرية اليوم العلمية لها والذي تضمن إعلان نتيجة مصابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية السادس أهل الابتكار بالأنظمة غير المأهولة حضر الفعليات عدد من قادة القوات المسلحة ولفيف من الشخصيات العامة وقضام أعضاء هيئة التدريس وعدد من عمداء كليات الهندسة والمراكز البحثية نظمت الكلية الفنية العسكرية اليوم العلمي لها والذي تضمن إعلان نتيجة مصابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية السادسة جائزة الفريق إبراهيم سليم للابتكار في الأنظمة غير المأهولة أرضية وبحرية وجوية وأقمار صناعية والتي نفذت خلال فترة من الثالث إلى الثامن من سبتمبر 2022 وإعلان نتيجة مؤتمر الكلية الفنية العسكرية الدولية السادس للطلبة بمرحلة البكريليوس الذي عقد في الفترة من الخامس إلى الثامن من سبتمبر 2022 بدأت الفعليات بكلمة اللواء إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية رحب خلالها بالعلماء والباحثين المشاركين بالمؤتمر والمصابقات العلمية من مختلف الدول والجهات معربا عن تطلعه أن تثمر تلك الأنشطة وما تضمنته من مصابقات وابتكارات وبحوث وورش عمل في تحقيق الهدف المطلوب منها وتم أعلان النتائج وتكريم الفائزين بالمراكز الأولى من طلبة الجامعات المصرية والكلية الفنية العسكرية القائمين بمشروعات تخرج متميزة بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على ألقاب علمية وألقى اللواء مصطفى عبدالوهاب مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة كلمة نقل فيها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسادة الحضور مشيرا إلى أن اليوم العلمي فرصة لإبراز النشاط العلمي والبحثي للكلية الفنية ومختلف كليات الهندسة والمؤسسات البحثية موضحا أن الكلية الفنية العسكرية تعتبر من الصروح العلمية والبحثية المتميزة في مصر أعقب ذلك افتتاح المعرض العلمي السنوي والذي عرض من خلاله مشروعات التخرج المتميزة التي لها عائد على خطة البحوث بالقوات المسلحة للكلية الفنية العسكرية وكليات الهندسة بالجامعة المصرية بالإضافة إلى استعراض النشاط البحثي المتميز لأعضاء هيئة التدريس بالكلية حضر الفعاليات عدد من قادة القوات المسلحة ولفيف من الشخصيات العامة وعدد من عمداء كلية الهندسة والمراكز البحثية وطلبة الكليات العسكرية والجامعات المصرية وطلبة الكليات العسكرية والمراكز المترجمات لفهم اشتركوا في القناة